موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من المواقع الألكترونية والبداية من الموقع الموقع والذي نقل بخصوص المفاوضات عن نائب مدير عام مكتب الرئاسة عضو وفد الحكومة في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي قوله لدينا استراتيجية واضحة ولن ننسحب من مشاورات الكويت وأكد العليمي أن الوفد الحكومي سيبقى في الكويت وسيحافظ على المرجعيات والأجندة بشكل تراتوبي ويتابع الموقع وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل الدشيخ أحمد أعلن تعليقه المشاورات المباشرة بعد اعتراضات جديدة لوفد الانقلابين على جدول أعمال المشاورات ومحاولة طرح نقاط خارج الجدول تهدد بتعثر المشاورات مجددا ويفيد الموقع أن عضوي وفد الحوثيين حمزة الحوثي ومهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة أكد في جلسة مشاورات أنهم لن يتوقفوا عن قصف تعز والبيضاء إلا بتوقف قصف الطيران العربي لتنظيم القاعدة في شبوى وحضر موت كما عنوان الموقع في الدكرة الأولى لتفجير منزل قيادي في المجلس العسكري بمحافظة إب يتعهد بمواصلة الحرب ضد الميليشيا الانقلابية إلى موقع يمن مونتر والذي تابع العديد من المضوعات وعنوان الحوثيون يعترفون بتنفيذ عملية تبادل سجنة مع قاعدة اليمن وعنوان آخر تعليق المشاورات في الكويت بعد تراجع الانقلابيين عن التزاماتهم وعنوان الموقع أيضا مجهولون يغتلون عقيدا في الجيش اليمني بعدن ومن الموضوعات التي أتت في الصحيفة محادثات السلام اليمنية تقترب من حافة الفشل وقال الموقع في التفاصيل إن قرار ولد الشيخ بتعليق محادثات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت جعلها تقترب من حافة الفشل الذي لازم نظريتها السابقة المقامة في جنيف ومدينة بييل سويسرية وأفاد الموقع على رغم من التقدم النوعي المحرز الخميس الماضي بتقسيم المشاركين إلى ثلاث لجان وموافقة الطرفين على ذلك إلا أن تلك البداية الواعدة طبقا لوصي المبعوث الأممي لم تستمر لمدة يومين بعد انقلاب الحوثيين وحزب صالح على التزاماتهم ورفضهم الخوضة في جدوى الأعمال لجان الثلاث إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء في عنوينه مستشار رئاسي اعتراف الانقلابيين بشريعة الرئيس وإلغاء إعلانهم الدستوري مفتاح العودة للمسار السياسي كما عنوان الموقع أيضا الحوثيون قاتلوا تحت تغطية الطيران الأمريكي قبل عام في البيضاء وعنوان آخر وفد الحكومة يسلم ولد الشيخ سجلات بأسماء ثمانية ألاف مختطف لدى الحوثيين وصالح وجاء في تفاصيل الخبر سلم وفد الحكومة الشرعية بمشاورات الكويت المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد سجلات بأسماء المختطفين اليمنيين لدى ميليشي الحوثي وصالح وقال محمد ناجي علاو عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي إن المبعوث الأممي تسلم كشوفات تضم ثمانية ألاف وسبعة أسماء للمختطفين بناء على اللجان المشكلة بهذا الخصوص ووفقا للموقع وتغص سجون ميليشي الحوثي وصالح بالآلاف من معارضيهم في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم منذ انقلابهم على السلطة قبل نحو عام ونصف إلى يمن اليمن هرمان متعاكسان وخيار مر تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله الذي أعاد موقع التغيير نت نشره وقال الكاتب فريقا اليمن المتحاربان في ورطة حقيقية فهم بعيدان عن بعضهما في الأولويات ويعرفان في نفس الوقت أن البديل عن الوفاق هو بديل مر علقم أي ترك اليمن في حرب عبثية ومنسية تزيد التخلف تخلفا والحرمان حرمان أي القضاء على أي تبارقة أمل على الأقل حتى خمسين عاما قادمة في أن يقوم اليمن من وهدته المطالب بين الاثنين هي هرمان متعاكسان أولويات الفريق الأول الدولة في هرم وأولويات الحوثي وصالح في هرم معاكس تكون الأزمة في حقيقة الأمر في أنها أزمة ثقة للحكومة الشرعية بقادرة على تلبية التسلسل في الخطوات التي يطالب بها الحوثي وصالح لأن تشكيل حكومة اتلافي أولا يعني في كثير منه نقل السلاح من يد الحوثي صالح إلى يد أخرى هي أيضا يد الحوثي وصالح ومن ثم خسارة المبادرة في الإصلاح الشامل لأنه سيكون تحت عين ورغبة تحالف الحوثي وصالح كما أن فريق الحوثي وصالح لا يثق بعد أن يسلم السلاح ويخرج من المدن أن تشكل حكومة لهم فيها قول وازن أزمة ثقة هذه تحتاج إلى ما يعرف بالوسيط الموثوق بين الطرفين خليجيا لا يهم كثيرا من يحكم اليمن المهم أن يكون اليمن مستقلا وغير تابع لأي قوة إقليمية ما دام اليمنيون متوافقين ومستقلين إلا أن الحوثي ما زال يحلم بإقامة نوع ما من حكم الإمامة ربما على شاكلة ولاية الفقيه أو نسخة معدلة أخرى منه أو على الأقل الحصول على ثلث المعطل كما في حكومة حزب الله في لبنان وحتى ذلك الوقت الذي تقتنع فيه القيادة الحوثية أن تحلم به أولا غير تاريخي أي خارج عن سياق التاريخ وثانيا غير مقبول من النخب اليمني المختلفة والكثيرة لأنها لا ترغب في العودة إلى العيش تحت نظام إمامة معدل أو منقع أو تحت شكل من حكم ولاية الفقيه وحتى تصل مجموعة الحوث إلى تلك القناعة سوف يبقى الأمر محل كراوح نذهب بكم مشاهدين الكرام إلى موقع التغيير نتو الذي أورد عددا من العناوين في صدر صفحته الرئيسية أبرزها حزب البعث العربي يجمد قاسم سلام بسبب ارتباطه بإيران وقال في تفاصيل الخبر إن مصادر مطلعة أفادت أن حزب البعث العربي الذي يقوده حاليا عزة الدوري أقر بتجميد عضوية قاسم سلام عضو القيادة القومية أمين سر قطر اليمن وقالت المصادر إن قرار رسميا صدر بذلك وفقا للقرار الذي حصلت عليه أيضا صحيفة الشرق الأوسط فقد جرت محاولات كثيرة لثني قاسم سلام عن مواقفه إلا أنه رفض التراجع عن تلك المواقف ويتابع موقع التغيير نتو يرأس قاسم سلام إلى جانب عضويته في القيادة القومية وقيادته للحزب في اليمن ما يسمى أحزاب التحالف الوطني وهي مجموعة من الأحزاب الصغيرة مؤيدة للرئيس اليمني المخلوع الصالح الذي تماهى دوره مع الانقلابين الحسين المدعومين من إيران ونذهب إلى موقع الاشتراك نت ونطالع في صفحته الرئيسية حجة مقتل جندي وإصابة ثلاث آخرين بقصف الميليشيات في حرض ولجنة التهدئة تنسحب من حرض وميدي وعنوان آخر الجيش يضبط سيارة مفخخة في حضر موت وفرار أخرى بعد اشتباكات مع مسلح تنظيم القاعدة وقالت مصادر محلية للاشتراك نت إن حاجز تفتيش أمني ضبط سيارة نوع كرولا ملغومة كانت متجهة على طريق معيان المساجدة بمدرية الشحر وعضفت المصادر إن قوات الجيش تمكنت من إيقاف السيارة الملغومة والانتحاري الذي كان يقودها بعد اشتباكات مع ناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة كانوا يستقلون سيارة أخرى نوع هايلوكس مرافقة لها وتم ضبط السيارة الملغومة فيما تمكنت السيارة الأخرى من الفرار وعنوان آخر من المواقع قوات التحالف العربي تمشط شواطئ بير علي في شبوة إلى موقع نيوز جمن والذي عنونا في صفحته الرئيسية مسلحون حوثيون بتعز يختطفون والد الكاتب والصحفي فهد سلطان ويقول الموقع اختطف مسلحون حوثيون في مدينة تعز الشيخ سلطان أحمد فارع والد الكاتب والصحفي فهد سلطان وقال مصدر محلي لنيوز يمن إن مسلحين حوثيين داهموا منزل سلطان في منطقة الحوبان واختطفوه بدون مبرر واقتادوه إلى جهة مجهولة كما داهموا منازل أخرى كما عنوان الموقع أيضا نقابة الصحفيين تدين التهديدات الخطيرة التي يتلقاها الزملاء في فرع وكالة ثباء بعدا وعنوان آخر هجوم للحوسيين على مواقع غرب الظالع والمقاومة تتصدى قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كوشك الصحافة ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من الصحفة الكويتية وتحديدا من صحيفة الرأي والتي عنونت مشاورات السلام اليمنية للخلف در وتقول الصحيفة شهدت مشاورات السلام اليمنية أزمة جديدة أوقفت وطيرة التقدم وألقت بظلال رمادية على مصيرها بعد أن عاد وفد الحوسيين وصالح إلى فتح ملفات كانت قد أنجزت في جلسات سابقة وهو ما أثار حفظة المبعوث الأممي إسماعيل والشيخ أحمد الذي أعلن تعليق الجلسات المباشرة وتتابع الصحيفة الكويتية وفد الحوسيين وصالح عاد لطرح موضوع رئاسة الجمهورية معتبرا أنهم أحقوا بهذا المنصب إضافة إلى ربط وقفهم لقصف تعز وغيرها بوقف القصف المقابل وهو الأمر الذي اعترض عليه ولدي الشيخ أحمد باعتباره سبق أن تم الاتفاق عليه وإعادة طرحه من جديد وإعاقة للمسار للمشاورات وإطالة أمدها دون نتيجة وتفيد الصحيفة أن المبعوث الأممي رغم تعقد الأمور يسعى إلى تحقيق تقارب في وجهة النظر بين الطرفين إزاء القضايا السياسية والأمنية والانسحاب وتسليم السلاح وملف الأسرة والمعتقلين بهدف وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحاتها ويبني على القواسم ويبنى على القواسم المشتركة لوجهات النظر وننتقل إلى الصحيفة الكويتية عن مصادر خاصة إن ولدي الشيخ أحمد وصيب بالإحباط في الجلسة المشتركة حيث طالب وفد الحوثيين أن تناقش الجلسة بعض القضايا بخلاف جدول الأعمال المقرة والنقاط التي ستقوم اللجان ببحثها وأعلن الوفد أمام ولدي الشيخ أنه لم يوافق على أسس الحوار وعلى جدول الأعمال ورفض السير بالنقاش إلى نقاط التقدم التي كانت قد تمت إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي تابع تطورات المشاورات وقالت مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة وتقول الصحيفة الكويتية أكد مصدر مقرب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ودي الشيخ أحمد أن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت لا تزال مستمرة وقال المصدر لوكالة الأنباء الكويتية كونا إنه من الطبيعي أن تمر جلسات المشاورات بمراحل صعبة مجددا التأكيد على أنها مستمرة ولم يجري تعليقها وتفيد الصحيفة أن تصريحات المصدر الأممي يأتي ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تعليق مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مشاورات السلام بسبب خلافات بين الأطراف اليمنية حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال اليمن سيبقى عصية على إيران والحوثيين تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحيتها وقالت الصحيفة أخيرا بدأت تتوضح المسارات التخريبية التي يتبعها الحوثيون وجماعة المخلوع صالح في مشاورات السلام إن كشفت نوعها الانقلابيين وتبين ضعف موقفهم السياسي فلجأوا إلى العرقلات والتسويف والمزيد من القتل لكن ذلك لم يعد يجدي نفعا بل إنه يزيد من عزلتهم بات واضحا لكل المراقبين أن إنهاء الحرب في اليمن هو قرار دولي أكثر منه خليجي وعربي وقبل أي أمر يمني يتحمل المخلوع صالح المسئولية الكبيرة لأنه هو من أفسح المجال للحوثيين للخرج من قوقعتهم في صعدة ونشر إرهابهم في طول اليمن وعرضه وفتح لهم خازن سلاح الجيش ليشاركهم الجريمة متواهما أن انقلابه على الموادرة الخليجية يساعده على إعادة الأمور إلى المربع الأول لكنه اكتشف أيضا أن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع فتراجعت شعبيته إلى أدنى المستويات ولا شك إذا لم يتخل عن تحالفه مع العصابة المأجورة فإن اليمنين الذين قابلوا سابقا وعلى مضض أن يبقى في اليمن فإنهم اليوم لن يقبلوا إلا بإحالته للمحاكم الدولية أو على أقل تقدير أن يمضي ما تبقى له من عمره في المنفى صحيح أن المشاورات التي تجري في الكويت حاليا هدفها فرض السلام وأن تكون جماعة الانقلابين من المكونات السياسية في المشهد اليمني لكن التسوية مهما كانت لن تنتزع عنهم صفة العمالة والخيانة خصوصا عند شعب كان طوال تاريخه عصيا على الغزاة والمحتلين فكيف سيقبل أن يكون الذين جلبوا الغاز الإيراني إلى عقر دارهم شركاء في الحكم المستقبلا؟ إلى صحيفة العرب الجديد والتي تابعت موضوع تنظيم القاعدة وعنوانات تراجع متسارع للقاعدة في اليمن تبديل استراتيجي وقالت الصحيفة تعود سيطرة تنظيم القاعدة للانحسار في اليمن بعد نجاحه في استغلال الفوضى التي مرت بها البلاد لتوسيع قبضته على العديد من المناطق اليمنية وتفيد الصحيفة تطورات عدة أجبرت التنظيم على الانسحاب من العديد من مدن جنوب وشرق اليمن تدريجيا خلال أسابيع معدودة مع بدء القوات الحكومية والتحارف العربي حملات في مناطق سيطرة التنظيم وتقول العربي الجديد أن الانسحاب السريع للقاعدة من أماكن سيطرته يثير مخاوف من أن يتجه التنظيم نحو الهجمات المباغتة والاغتيالات حيث أكدت مصادر محلية في محافظة أبيان للعرب الجديد أن مسلحي القاعدة الذي يعرف نفسه بأنصار الشريعة بدأوا قبل أيام الانسحاب من مركز المحافظة ويقول السكان أنهم يغادرون باتجاه مناطق ريفية وتؤكد الصحيفة وعلى الصعيد سيطرة القاعدة وانتشاره في المحافظات الجنوبية والشرقية عموما تمثل خسارة جبار وجعار حلقة جديدة في سلسلة انكماش سيطرته المتسارعة والذي بدأ من فقدان أحياف عدن أهمها المنصورة ثم مدينة الحوطة مركز محافظة لحج والبوابة الشمالية إلى عدن وذلك بعد حملة عسكرية نذهب إلى صحيفة البيان والتي تابع تطورات المفاوضات الجارية في الكويت وعنوانات وفد المتمردين يدافع عن إرهاب القاعدة تعنت حوثي يعلق مشاورات الكويت وتقول التفاصيل أعاد الانقلابيون محادثات الكويت إلى نقطة الصفر بانقلابهم على أجندة المشاورات المتفق عليها مسبقا وقفزوا مجددا إلى البند الأخير الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة توطنية وهو ما دع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ أحمد إلى تعليق الجلسات المباشرة وتتابع الصحيفة وطالب وفد الانقلابيين بتشكيل سلطة انتقالية دون الخوض في تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالانسحاب من البدن وتسليم السلاح وأطلاق صراح المعتقلين والأسرع كما اهتمت الصحيفة بالخروقات التي تمارسها الميليشيا وقالت شهدت الهدن اليمنية خروقات كبرى من جانب الانقلابيين شملت هجوما عنيفا على مواقع القوات الشرعية غرب الظالع صدتها المقاومة وتعزيزات بأسلحة تقيلة إلى تعز وتتابع الصحيفة أحبط التحالف محاولة لتحرير المتمردين منصات إطلاق صواريخ باليستية بقصف هذه المواقع في محافظة دمار وسط اليمن وفي موضوع متصل قالت البيانة وبدأت قوات التحالف العربي حملة لتأمين سواحل محافظة شبوى من عمليات التهريب التي تعد صلة وصل بين تنظيم القاعدة والانقلابين حيث مشطت زوارق حربية سواحل المحافظة ومحيط ميناء بلحاف إلى صحيفة عكاذ السعودية والتي عنونت في أحدى موضوعاتها خبراء خليجيون السلام مرهون بوقف تدخلات إيران وتقول العكاذ أجمع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين الخليجيين على أن نجاح مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت مرهون بموقف التدخل بوقف التدخل الإيراني في الشأن اليمني وقال عضو مجلس الشورى البحريني خميس الرميحي إن لإيران أياد في كل جريمة تحدث في المنطقة العربية وهو ما يتجلى بوضوح في الأزمة اليمنية إذ لا تزال طهران تحاول خرق الحضر الدولي لتهريب السلاح إلى اليمن وتابع الرميحي أن ما يجري التشاور بشأنه الآن بين الأطراف اليمنية في الكويت بعد الحد الأدنى لشروط تحقيق السلام في الساحة اليمنية وانتقد الدعم اللامحدود التي تقدمه إيران للإنقلابيين بينما أشار المحلل السياسي الكويتي ضافر العجمي إلى أن الإنقلابيين في اليمن يراهنون على خرق طهران للحضر الدولي الذي يفرضه المجتمع الدولي على تهريب السلاح إلى اليمن وضاف العجمي أن الأصابع الإيرانية دائما ما تخرب أي سيغة للتفاهم بين مختلف الأطراف في أي بلد عربي بما في ذلك اليمن إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت أيضا موضوع التنظيمات الإرهابية وعنونت خطة للقضاء على جماعات الإرهاب المرتبطة بنظام صالح وتنقل الصحيفة عن قايد قوات الأمن الخاصة في عدن العميد فضل باعش قوله أعددنا خطة أمنية وفقا لما تقتضيه الحاجة والظروف التي تمر بها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة وقال باعش بعد أن تم تحرير لحج وأبيا سنعيد معسكرات الأمن الخاصة والأمن العام ومعسكرات الجيش في المدينة ويؤقت قائد قوات الأمن أن قوات الأمن والجيش الوطني في طريقها نحو القضاء على هذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام القديم في اليمن ويضيف باعش الإرهاب موجود في كل مكان بالعالم لكن التنظيمات المسلحة في عدن هي تنظيمات تابعة للنظام المخلوع صالح وجماعات مأجورة يتم الدفع لها مسبقا لتنفيذ أعمال إرهابية مخلة بالأمن والاستقرار والقضاء عليها مسألة وقت فقط مجموعة من رسوم الكاركاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة